أنا أعرف أن الكثير منكم لا يعرفون متى نستعمل تامبيان ومتى نستعمل تامبوكو في هذا الدرس سوف نعالج هذه المشكلة إن استعمال تامبيان وتامبوكو في اللغة الإسبانية له قاعدتين أول قاعدة هي مع الأفعال العادية وثاني قاعدة سوف أقولها لكم في نهاية هذا الدرس لذلك تأكدوا من مشاهدة هذا الدرس بالكامل لنبدأ أول قاعدة هي مع الأفعال العادية مثلا أنا أريد أن أشتري سيارة تريد أن تجاوب أنا أيضا سهلة أو يمكنك أن تقول فقط لنبقى مع هذا المثل إذا أريد أن أقول أنا لا أريد أن أشتري سيارة تريد أن تجاوب أنك أنت أيضا لا تريد أن تشتري سيارة سوف تقول أنا أيضا لا أريد أن أشتري سيارة لماذا استعملنا لأن في النفي نستعمل وهي تحول المحل لذلك نقول وهي قاعدة في اللغة الإسبانية نستعمل ولا نقول نقول واضح موي بيان أحسنتم الآن أنتم سوف تقولون لي أنني أدرس الإسبانية أنا أيضا أدرس الإسبانية ماذا نقول هي نفي ولا تأكيد أنا أيضا أنني أدرس اللغة الإسبانية سهلة الآن في نفس المثل سوف نقول إنني لا أدرس اللغة الإسبانية أو الإسبانية هي نفي ولا تأكيد نفي لذلك ماذا سوف نقول سهلة الآن القاعدة الثانية وقبل أن نكمل بمشاهدة هذا الدرس أريد منكم أن تضغطوا على زر الإعجاب أما الآن لنكمل القاعدة الثانية هي مع فعل غستار وهي تختلف عن باقي الأفعال في اللغة الإسبانية غستار يعني أن أحب لقد رأينا فعل غستار في الدرس السابق لذلك سوف أضع رابط في أعلى الشاشة لفعل غستار يمكنكم مشاهدة هذا الدرس بعد انتهاء هذا الفيديو ماذا نجلب المستزوجة في اللغة الإسبانية إذا أريد أن أقول أنه أيضا أحب والعملي مع فعل غستار نقول ولن نقول واضح Muy bien, أحسنتم لنكرر Me gusta mi trabajo A mí también Me gusta mi trabajo سهلتم Muy bien, أحسنتم الآن بنفس المثال بالنفي Yo no me gusta mi trabajo أنا لا أحب عملي No me gusta تعني لا أحب No me gusta mi trabajo لا أحب عملي كيف أريد أن أجاوب أنا أيضا لا أحب عملي A mí Tampoco me gusta mi trabajo أنا أيضا لا أحب عملي A mí tampoco me gusta mi trabajo A mí tampoco تأتي محل A mí también No ولكن في اللغة الإسبانية لا نقول A mí también No نقول A mí tampoco وادح Muy bien, أحسنتم الآن لن تدرب على فعل gustar Me gusta leyer أحب أن أقر دائما من بعد فعل gustar يأتي فعل غير منصر verbo infinitivo Me gusta leyer كيف أقول أنا أيضا أحب أن أقر سهل الآن Muy bien أحسنتم الآن سوف أعطيكم جمل وأنتم سوف تقول لي ماذا نستعمل yo también أو a mí también yo tengo hambre أنا جوان ماذا نقول yo también أو a mí también yo también أحسنتم مثلا un آخر a mí no no me gusta estudiar أنا لا أحب الدرس أو أنا لا أحب الدرس ماذا نقول a mí tampoco أو yo tampoco a mí tampoco muy bien أحسنتم a mí tampoco me gusta estudiar سهل muy bien مثلا آخر yo no quiero comer أنا لو أريدو أن أكل كيف نجاوب أنا أيضا yo tampoco أو a mí tampoco yo tampoco أحسنتم مثلا آخر أخير جاهزون يلا me gusta el verano أحب الصيف أو فصل الصيف me gusta el verano كيف نجاوب أنا أيضا أحب فصل الصيف a mí también me gusta el verano لماذا استعملنا a mí también لأن نستعمل فعل gustar ومع فعل gustar نستعمل a mí también في الإيجابي و a mí tampoco في النفي واضح muy bien أحسنتم أما الآن لقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس هذا الدرس جدا مهم وهو من أساسيات اللغة الإسبانية أن نعرف متى نستعمل tanpoco وأن نعرف متى نستعمل tanbyan هو جدا مهم في اللغة الإسبانية لذلك أتأكدوا من مشاهدة هذا الدرس عدة مرات لكي تدخل هذه المعلومات في دماغ ولكي تحفظوها جدا أما الآن أريد منكم أن تشتركوا في القناة وأن تضغطوا على زر الجرس وأن تضغطوا أيضا على زر العجب أسفل هذا الفيديو أما الآن أقول لكم hasta luego اشتركوا في القناة